أيضا الشلة الفكرية زي ما قلت المثبتين هذولي بالفعل ترهم أكبر أكبر مثبت فيها كذلك التجارب السابقة تكون هي أكثر دائما التجارب السابقة أنا والله خلاص سويت ولا نفع هذه دائما تكون من المعويقات رضيف هذا ما قلت إما على مستوى الشخصي أو على المستوى الآخرين طيب شوف فلانا كرفت في العمل ولا جاهة تريها كرفت ولا جاهة مدري إيش شوف اللي يشتغل زي ما اللي ما يشتغل ترى هذا والله تصدقي هنا فأنت فتحت نقطة خطيرة شوية يعني واحدة من المفاهيم المغلوطة الحقيقية في بيئة العمل تحديدا مكافأة مكافأة المنتج أحيانا في بعض بيئات العمل بشكل أو بآخر لا تكون هناك آلية واضحة لمكافأة المنتج سواء بمكافأة مادية أو معنوية فهنا تأتي قضية المفهوم المغلوط والله تشتغل أو ما تشتغل تراك هي هي فأحسن لك لا تشتغل ينسى هؤلاء بأنه العمل العمل فيه ثمن الثمن الخبرة والمهارة يعني اليوم لو جيت قلت لك يا بنايف عندك مثلا ألم في السن هو بجيب لك طبيبين طبيب له أتوه متخرج وطبيب له عشر سنين تروح عدمين فيه أكيد العشر سنين ليه؟ خبرة عنده 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 مر على مئات الحالات شاف ناس أعرف ما هذا أنا أول حالة عنده هيتشتغلني كيف هيتطلع السنين كيف هيتشغلها ولا لا نفس الفكرة من يعمل من ينتج من يبذل أول مستفيد من إنتاجيتي هو لأنه هيكتسب خبرة معرفة يتعلم مناطق ألم ويتجاوزها مستقبلا مناطق سعادة ويخوضها لاحقا دائما وأبدا قضية الحركة لأنه كانوا أباء نجده يقولوا الحركة بركة الحركة فيها بركة حتى دائما يكون المنتج عندها يكون دائما مع الأيام حصن حصن للمشاكل وعن المشاكل صحيح طيب استاذنك أبو عبد الرحمن معنا